أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التحليل البيئة الوحدة السادسة مصادر وأهمية المياه المعالجة بمياه الصرف الصحي ونواصل المقاطعة على شرق محتوى هذه الوحدة استخدامات المياه المعالجة Usage of Treated Water تستخدم المياه الناتعة بمعالجة مياه الصرف الصحي في الأغراض الآتية أغراض الزراعة أو أغراض زراعية 60% أغراض صناعية 30% وأغراض أخرى كتغذية المياه الجوبي حوالي 10% فنجد هنا أكبر نسبة الاستخدامات الزراعية التي هي 60% هنا استخدام مياه الصرف الصحي لمعالجة غير صاحب الشرب للريء الزراعي بشكل واضح هنا في هذه الصورة محاسن المياه المعالجة Usage of Treated Water هي من المياه الصرف الصحي من محاسن استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة المحافظة على احتياط المياه حيث أن استعمالها في الزراعة استخدامها في الزراعة أو أي استخدامات أخرى بدلاً على المياه الصالحة الشرب يؤدي إلى توفير هذه المياه والتوسيع في المساحات الزراعية لإنتاج محاصيل متنوعة وبسعر أقل مما يؤدي أيضاً إلى تغليف التكاليف المتعلقة بإنتاج واستيراد واستعمال الأسمدة بسبب وجود العناصر الضرورية للنبات في تلك المياه والتغليل من تكاليف الفصول على المياه في الزراعة خاصة إذا كانت مصادر تلك المياه جوفية إذن من محاصنها واحد الزراعة نستخدمها في الزراعة نمرة اثنين توسيع الرقعة الزراعية توسيع الرقعة الزراعية وهذا يعني اقتصاد يعني هنا يتحسن الاقتصاد نمرة ثلاثة الأسمدة لما فيها من مواد مغزية بالنسبة للنبات ونمرة أربعة تغليل من التكاليف تكاليف تكاليف الحصول على الماء الحصول على الماء وهذا أيضا يؤدي أيضا نعتبرها عملية اقتصاد أيضا هذه نعتبرها عملية اقتصاد هنا نرى صورة جوية لمعالج منها الصرف الصناعي بشكل واضح منها المراحل معالجة كيميائية ومراحل معالجة بيولوجية لإضافة مواد كيميائية التي ترسيب بعض المواد العالغة أو إضافة بكتيريا نوع معين لتحليل المواد العضوية القابلة للتحلل وبهذا نصل لنهاية هذا المقطع ونواصل في مقاطع أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة